تبعنا باستياش شديد مقام به بعض ممن نسبوا انفسهم الى الجيش الليبي بمديد مغازي من عملية نبش القبور وتمتيل بجثث الموتة بصورة وحشية بعيدة كل البعد عن قيمنا الدينية والاخلاقية وسنعمل كل ما بوسعنا لتقديم الجنال للعدالة لينالوا جزائهم ويكونوا عبرا لمن يعتبر وأكد بهذا الصدد استنكارنا لدعوات البعض لشعالات الفتنة والضغين الجهوية سواء بين المدن او القبائل لضرب النسيج المجتمعي ان حرية التعبير عن رأي مكفولة ونستنكر محاولات اسكاتها بسلاح ولكن هذا لا يعني انها رفصة لاشعال نار الفتنة او اداء لاسترجاع منهج القمع والاستبداد والدكتورية والفتنة بين المدن فهذا التحريض شأنه شأن من يستخدم القوة والاقتتال ان المباري تورث السابع عشر من فبراير هي اساس ليبيا الجديدة فلا عودة الى الغراء ولن نكون تحت حكم فردي او عسكري ان مبدأ الفصل بين السلطات وبناء مؤسسات دولة المؤسسات والقانون لا تنازل عنها وأعيد وأكرر لن تكون المؤسسة العسكرية الموحدة الا تحت قيادة مدنية لن تنجح محاولات اشعال الفتنة في طرابلس او غيرها من المدن ولن تنجح محاولات الزج باهل المدن في صراع جهوي او غيره لن نقف ما كتفي الايدي وقد اثبتنا وبجهود الوطنيين ومن خلال مؤسسات الدولة اننا قادرون على الضرب بيد بن حديد حفظ الله ليبيا